الفجوة الشررية رود جاب تستخدم هذه الفجوة لحماية العوازل من البلطية العالية خلال الصواعق إذ تعمل على تفريغها بين طرفيها حيث تتكون من طرفين أحدهم منصول البلطية العالية والآخر بالأرض كما ترون في هذه الصورة هذا عازل برسلان فعندما تأتي شرارة أو صاعقة كهربائية حتى لا يتلف هذا العازل من الجهد العالي الحاصل عليه أو بسبب صاعقة يتم تفريغ هذه الصاعقة أو الجهد العالي بين نقطتين هذا الموصل فيحدث هنا تفريغ من خلال الطرف الأول للطرف الثاني ثم إلى الأرض يتم تفريغ هذه الشرارة العالية وهنا مكونات الفجوة الشررية عازل وطرفين موصل وحلقة جدول يوضح أبعاد الفجوة الشررية لكل فجوة الشررية مسافة تختلف عن الفجوة الشررية الأخرى تبعا للجهود كل جهود له مسافات محددة تختلف عن الآخر مثلا هنا عند جهد الضغط المتوسط 24 كيلو فولت نرى أن المسافة بين طرفي الموصل هنا C تكون 100 مليمتر أي بما يقارب 10 سنطر والمسافة الكلية بين طرف العازل والبلاطة الحديدية وهي المسافة A تكون 385 مليمتر والمسافة بين البلاطة والطرف السفلي للعازل المسافة B تكون 132 مليمتر والمسافة الكلية جميعها 517 مليمتر من الطرف الأول في العازل للآخر هذه أبعاد ثابتة استانترد عالمية يتم القياس عليها